من جهته أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة عادة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجدد المجلس وقوف الكويت مع المملكة وتأييدها لإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وعبر المجلس عن قلقه البالغ جراء التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الخليج العربي إذا احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرة من قبل الحرس الثوري الإيراني داعيا الأطراف كافة إلى ضبط النفس ومطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل تخفيف حدة التوتر في هذه المنطقة الحيوية بما يكفل سلامة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن والناقلات التجارية العابرة لمضيق هرمز